لم يكن في تصور المهندس أحمد الموظف في أحدى دوار النجف أن تتم مكافاته بالفصل والإقصاء عن وظيفته بعد كشفه لملفات تتعلق بشبهات فساد وهدر للمال العام في دائرته تفاصيل صديمة رواها أحمد لما تعرض له بسبب إصراره على كشف تلك الملفات أنا مهندس بعد دوار محافظة النجف شاهدت من خلال تجوالي شاهدت حالة فساد شبهات فساد بعد المشاريع اللي تابعه لأحد الدوار بلغت مدير الدائرة اللي تابع لها بمذكرة رسمية قدمت له وبيها صور وفيديوهات مصور هنا أنا موثقها يعني ما اتخذ إجراء بالعكس الدور اتخذ إجراءات ضدي اتخذ إجراء الدور بإنهاء خدماتي وعلى الرغم من امتلاكه الوثائق والصور والدلائل التي تبين شبهات الفساد قوبل الموظف أحمد بما وصفها بالعقوبة القاسية التي حذر قانونيون من خطورة تكرارها على بقية الموظفين الذين يعملون على رصد ملفات الفساد في دوارهم لأنها تقيد وتحد من عملهم الرقابية أنت عندك مشكلة ويا المدير يرفع عنك توصية يرجع مثلا القاضي أو المحافظ المرجع الأكبر منه يكلفه بتحقيق إداري يعني هنا صار هو الخصم وهو الحكب اللي صار هو يا أستاذ أحمد هذا رح يفتح أبواب الفساد على مصرعي يعني هنا رادهم يوصلون هذول الفاسدين اللي موجودين بتوار الدولة رادهم يوصلون رسالة للموظفين الشرفاء والشجعان اللي أنثاله بأنيابه إذا تكشفون ملفات فسادة فهذا ما سيركم ياملو المهندس أحمد المفصول عن وظيفته برد اعتباره وتثمين ما قام به من تسليط الضوء على الشوائب الإدارية والمالية التي لاحظها لأن تتم معقبته وملاحقته بإجراءات روتينية مدفوعة الثمن وفق وصفه من النجف محمد رزاق التغيير اشتركوا في القناة